ونظم شباب نادي ينقل الرياضية الثقافية الاجتماعية أمسية وطنية اجتملت على إلقاء القصائد الشعرية والفنون العمانية المغنى ابتهاجا بالإطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم عزه الله كما شارك في الأمسية أحد الأخوة من جمهورية مصر العربية في إلقاء قصائد وطنية في أمسية وطنية من أمسيات عمان الجميلة وعلى وقع الكلمات الشعرية المعبرة التي تغنت في حب القائد المفدى أبقاه الله وبمشاركة الفنون التقليدية العمانية كانت ولاية ينقل على موعد مع ليلة شعرية رائعة تبارى فيها الشعراء من محافظة الظاهرة والأشقاء من المقيمين من جمهورية مصر العربية الذين شاركوا ولاية ينقل هذه الاحتفالية الوطنية هذه فكرة ارتأتها إدارة نادي ينقل لإقامة هذه الأمسية التي تعبر عن حب القائد وحب الوطن والفرحة العارمة التي حسها أبناء هذا الوطن هذه المناسبة حقيقة غالية على أنفسنا رأيت مولانا صاحب القلالة السلطان قابوس إطلالته البهية علينا هذه نعمة كل مواطن يتشرف فيها المشاركون في هذه الليلة الوطنية الجميلة عبروا عن حبهم ومشاعرهم الجياشة بالإطمئنان على صحة سلطان البلاد المفدى أبقاه الله والتي تجلت فيها مشاعر الحب الصادق بين القائد المفدى وشعبه الوفي الله يعطيه السعادة والعمر طاي المديد سيدنا السلطان قابوس المحظم حنفدة شبابنا لينقل وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية وقد تحقق الكثير من المنجزات الرياضية في هذه الولاية محمد بن سعد العلوي ولاية ينقل محافظة الظاهرة